السلام عليكم في فيديو جديد النهاردة رحت مدح في القوات الجوية يارب كنا رحلة اتعجبكم لا تنسوش لايك وشير وشير وسبسكرا واند الوقت في الجنينة تعالوا واند نبدأ باول واند انشوش لايك واشير وسبسكرا انا فى متحف القوات الجوية ودي بوابه على طيارة وفتش شهم وهذا المكان كنا بنهذر لنا واخويا المفروض ان نعدي أصلا من فوق بس حعدينا من داخل ودي باورش انظر الاسم على الوش وده ديه اول المتحف في بول الجوان وبنتعلم نعمل نمازج للسيارات وده الفريق العسكري اللي بيعمل الجو حلو اول في المتحف والسوارين نوع عبدالحمام معاه ومسيكنا الطابلة وطاب بنا وقلنا انبساطنا منه جدا تعالوا فرجوا اشتركوا في القناة ومن هنا بقى هنبدأ نفرغ على كل انواع التائرات من حربية وهليكوبتر وتايجر موس وفيه بقى اللي شاركوا في العروض واللي مش في العروض وهنا في بعض الطائرات الهليكوبتر اللي شاركت في حرب 73 وطبعا ان اقومت بالرحلة دي عشان ايدي القوات الجوية وعندنا الطائرة دي نوحة مثلا تايجر موس وفيه بقى تحت كل طائرة والدماء يفطى كده فيها بقى نوع بتاعها وتاريخها وتاريخ الانتاج وحربت في ايه وكل حاجة والبلد اللي صنعت فيها فلو كده فيه انواع تائرات كتيرة قوي فيه كبيرة قوي وفيه صغيرة قوي وفيه اشكال وفيه انحاتة كبيرة جدا وفيه انحاتة صغيرة جدا وجد اشكال جميلة من التائرات عجبتني قوي والطائرة اللي جاية دي حلوة اوي شكلها تحفة ونوحها ال 29 عجبتني قوي شكلها حلو ودي الطائرة الجمهورية شايفين الطائرة الهليكوبتر حلوة ازاي والطائرة اللي جاية دي الطائرة الضخمة دي احنا مفروض نخش فيها ونعرف معلومات عن الطائرون وعن طائرات ورحلة بيقوم بيها حد بيقولينا عن معلومات ومشرف الطائرة الصغانططة دي انا صورت جمعها لاجزة اوي ودي كان جولتنا اللي بورها المتحف اللي تعلمنا وتعرفنا فيها عن انواع الطائرون يسنوني بقى في الجزء التاني من جوه المتحف اشتركوا لايك وشير وسبسكرايب سلام وبقولولي بقى عشان نعمل لكم الجولة التانية اشتركوا في القناة